نعم يصل اليوم إلى مدينة تعز سيد بيتر ماورين رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وبرقته عدد من العاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إلى مدينة تعز للاطلاع حول الوضاع المعيشية التي تعيشها مدينة تعز بشكل عام خصوصا في ظل الحرب التي تشهدها البلاد هذه الزيارة جابت عددا من أحياء المدينة أهمها حي الجحملية والذي يشهد دمار شيفه كله جراء القذائف والقصف التي تساقطت على تلك الأحياء أيضا جدول الزيارة قام بزيارة مستشفى الثورة ومركز الأطراف الصناعية لطلاع على الجرحة وأيضا المصابين ممن بترت أطرافهم في مدينة تعز بسبب الحرب التي تشهدها المدينة هذه الزيارة وبعد ذلك سنطيق كما هو مقرر في جدول زيارته إلى زيارة أسرى الحوثيين الذين فهم في قبضة قوات القيش الوطني ومن ثم سيعقد لقاء موسعا بقيادة السلطة المحلية وقيادة القيش الوطني ومن المحتمل أن يكون بعد ذلك مؤتمرا صحفيا للحديث حول نتائج هذه الزيارة وما سترتب عليه من دخول مساعدة إغاثية من الجهات اللقنة الدولية لصليب العمر الدولي إلى المدينة نعم حمزة إذا ما تحدثنا عن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لسلامة هذا الوفد وتزامن هذه الزيارة مع المواجهات والمعارك الدائرة في مدينة تعز كيف هي هذه الإجراءات نعم هنا في جانب قوات القيش الوطني كانت هناك ترتيبات أمنية مشددة قامت بها اللجنة المنسقة لهذه الزيارة بالترتيب مع وفد اللقنة الدولية لصليب العمر الدولي وأيضا الترتيب هنا مع قيادة محور تعز العديد من جنود القيش الوطني وأيضا القوات التابعة لها الشرطة الأسكرية هنا في المدينة انتشرت وبشكل كامل في شوارع المدينة من أجل توفير الحماية الأمنية لهذه اللقنة التي قامت بزيارة المدينة وأيضا توفير الحماية لهم في المنشات والمرافق التي قاموا بزيارتها في ظل الحرب التي تشهدها المدينة من قبل عناصر الميليشيات المقلابية وأيضا من أماكن حساسة زارتها هذه اللجنة في خطوط التماس خصوصا في مستشفى الثورة والذي يقع بالقرب منه ثكانات عسكرية تابعة لعناصر الميليشيات المقلابية في أجانب قوات القيش الوطني تم الترتيب بشكل آمن وقيد ولا نعلم ما إذا كانت هذه اللقنة قد قامت بترتيب مع الأطراف الأخرى من أجل تأمين دخولها إلى وسط المدينة